المناitureية للأكاونتنج حيفرق عن الفاينانشال أكاونتنج. بسبب الاكسترين الفاينانشال رابورتنج. يعني ان هي تعتمد على الاكسترين الفاينانشال رابورتنج. متاعتمد على التكاوير. هتبقى ايجا دكتور هتبقى قيد يا دكتور هتبقى قيد يا دكتور. هتبقى قيد يا صاح? هتبقى قيد يا دي فوحث صاح؟ عد أين لم يوافق على قيد يا دي؟ دي ايوة نعم. مدي. مين؟ قيد يا ر İyiень. صح يبقى المانجمنت اكاونتينج عندي عبارة عن حاجتين في المانجمنت اكاونتينج عندي عبارة عن المانجمنت اكاونتينج اه فصح الفلوتشل اوريانتيت وكمان التاني حاجة اللي هي ايه لا تجد أنه موغم صح لا تجد أنه موغم يلا موغم الـ Direct Labor الـ Direct Labor على موغم أخبرك ممكن تخضير قواند برضو خففة 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 يحيا أولى يحيا خففة خففة ynn.. هبرودكت برودكت 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 برودكت، أما بريم كو mine cost إغلاق بريم كو Congratulations cost ايه 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 طيب اللي بعده which of the following describe direct material prime cost or product cost ايه prime cost or product cost ايه ايه طيب الانفنتوريا بالكست تبعدي يا دكتور ايش معناها دكتور لو صمحت انفنتوريا بالكست هي تكلفة المنتج او تكلفة المخزون يعني تكلفة المنتج او تكلفة المخزون اللي هي product cost بيسألني عن product cost ايه دي بس خلي بالكو بقى انا عايز اقول لكم حاجة هو انا قلتلك عشان اروح ابيع ابيع وحط cost good sold for income statement لازم ان انا اثبت البضاع دي هاتفين الاول اثبت تكلفة المخازن ارسمي لا في المخازن صح والانفنتوري في المخزون يعتبر ايه في الانفنتوري في المخزون يعتبر ايه انفنتوري يعتبر ايه balance sheet asset صح اللي هو ثلاث مخازن يا دكتور ال beginning و اللي هو ال direct material اهو ادي الانفنتوري شارفين ادي مصال على الانفنتوري اهو اهو ركز معي 39800 39800 ده انفنتوري فعشان كده الانفنتوري يعتبر asset صح يبقى هو الاول بيتعامل معاملة الايه الاصل الاصل و لما ببيعه بيتحول الاكسبنس يتحول في ال income بالزبط يتحول في الكوكز اللي هو cost of good sold عشان الانفنتوري يتعمل كل سنة فيتقال على ال cost of good sold صح كده يبقى هو ايه يعتبر regard as asset before product are sold لان لو اتباع حينزل بقى من ال asset يروح فين في ال income statement باب عليك يلا بقى يلا ارامي جاوب السؤال ده ارامي direct labor direct labor c يا دكتور variable 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 direct labor يعني ايه انا والاجابة ايه c c طب لو كان كتاب لي prime cost لو كتاب لي مثلا direct material كنت اخدها دي ما اخدها صح هي دي بتاعني ايه هي رقم بيه لا طبعا prime prime صح صح يبقى هي direct labor factory overhead طب بتاعنا نشوف السؤال اللي بعده نركز بقى في حتة دي حتة دي بقى نركز فيها شوي under absorption costing ايه هو الabsorption costing يعني ايه absorption تكلفة اسمها يسموها تكلفة الامتصاص يعني ايه تكلفة الامتصاص المنتج يعتبر مغناطيس يمتص جميع التكاليف صح اهو افتح صفحة رقم اربعة تحت خالص هتلاقي table بص صفحة رقم اربعة تحت خالص كده معايا هتلاقي table الtable ده يعتبر ايه بالنسبة لي هو الفرق بين حاجتين الفرق بين الabsorption والvariable الفرق بين الabsorption والvariable طيب الabsorption اربع حاجات خلي بالك الabsorption اللي هو الproduct cost العادي اللي هو داخل المصنع يعني الproduct cost اللي هو المصنع اللي احنا قلنا فيه direct material مواد خام صح؟ وقلنا direct labor وقلنا variable وقلنا fixed الاربع حاجات دول داخلين تحت الabsorption كproduct cost شايفين كتبلي ايه؟ شايفين انا قلتلكو ايه؟ مش انا عملتلكو ساهم من الكوست وبجود صلد على المصنع على التكاليف اللي داخل المصنع صح؟ من شوية طب الproduct cost حد كان تابع معايا الحتة دي لما كنت نزلت بسهم في ال income statement من الكوست وبجود صلد على الفاكتري كنا بنقول فيها ايه؟ بتتكون من اربع حاجات صح؟ direct labor صح direct material direct labor direct labor direct labor direct labor direct labor direct labor variable manufacturing overhead fixed عشان كده هو عمل ايه؟ خلي بالك بقى اكتبلي جنب الحتة دي بعد اذنك بعد اذنك اكتبلي جنب variable production cost direct material direct labor variable manufacturing overhead يبقى ثلاث حاجات هنكتب جنبها يبقى التكاليف الصناعية المتغيرة تكاليف الصناعية المتغيرة خلي بالك هو عمل هنا يعني الاتنين دول مشتركين في حاجة يعني ال variable production cost او ال variable manufacturing cost مشتركين المتغير ايوة في التكاليف المتغيرة الصناعية ايوة في التكاليف المتغيرة الصناعية تكاليف المتغيرة الصناعية بالظبط طب الفيكست الفيكست حديلك مثال على الفيكست ديت لو احنا اوه لو احنا في غرفة عمليات تمام؟ الدكتور داخل غرفة العمليات تجهيز غرفة العمليات تجهيز غرفة العمليات للعملية نفسها دايما بقولي المثال ده ده يعتبر ايه تجهيز غرفة العمليات التجهيز امتى لا تجهيز غرفة العمليات مثلا لعملية الانتاج الفيكست دي يعني ايه فكست بروداكشن كوست جبت اجهيزة الرنت الايجار التأمين صح؟ مصرف التأمين تكلفة سابتة الفيكست بروداكشن كوست يبقى تجهيز غرفة العمليات اللي هي حياسة الطاقة ان انا يبقى عندي طاقة ما إزاي يبقى عندي طاقة؟ ان انا اشتري مكان فيحصل له اهلاك صح؟ ان انا ادفع ايجار ان انا اعمل insurance يبقى انا عندي حياز الطاقة حياسة الطاقة دي الفيكست بروداكشن كوست الفيكست بروداكشن كوست بتوقع الabsorption اللي هم الجاب اللي طالبين الكلام ده يحصل في القوام الماليه بتاعتي بيعتبروا الفيكست بروداكشن كوست تكلفة تكلفة بروداكت كوست تكلفة منتج يعني حياسة الطاقة علشان أهيأ يعني أهيأ المكان إن الدكتور ده يدخل يعمل عملية وحط له المعدات بتاعته كلها يبقى الـ Fixed Production Cost هنعتبرها Product Cost تكلفة منتج لكن حياسة الطاقة بتوقع الـ Variable قالوا إن إحنا كده كده هو الدكتور مش لازم بقى إن هو يحصل إيه إن هيقلوا غرفة العمليات عشان يعمل عملية لأ بقول لك الدكتور اللي عايز يعمل عملية هيعملها في أي مكان يبقى أنا هنا في الحالة دي اعتبرت حياسة الطاقة مش دخلة معايا في الـ Product Cost بتجنبها فعشان كده يقول عليها تكلفة فترة يعني إيه تكلفة فترة يعمل لها Excluded يطلحها بره الـ Cost of Good Sold يبقى يطلحها بره لإيه الـ Cost of Good Sold خلي بالك بقى يبقى بتوع الـ Variable Costing قالوا على Fixed Production Cost تكلفة حياسة الطاقة مش دخلة معايا كتكلفة منتج إنما دخلة معايا إيه كـ Period Cost إنما بتوع الـ Absorption اللي هو قلتلك إيه أي أن المنتج مغناطيس يمتص جميع التكاليف داخل المصنع من Direct Material و Direct Label و Variable و Fixed إيه Fixed Manufacturing Overhead عشان كده هو عملك فاصل هنا شايفين الفاصل هاسم الصفحة بالنص هاسم كده بالنص يبقى دا يعتبر إيه يبقى دا يعتبر فيه فرق بين Fixed Production Cost وهنا ما حطهاش يبقى ما اعتبرتهاش في الـ Variable Brothered Cost زي ما اعتبرته في Absorption Brothered Cost بس تكلفة منتج فإنها تعتبر Period Cost تحت الـ Variable الـ Variable خلي بالك ليها اسم تاني اسمها الـ Direct الـ Direct الـ Screen تطوره مش مش ديه أنا أعمل أعمل Share الـ Screen اهو كده تمام كده شايفين كده معي طيب تعال نشوف السؤال دا Under Absorption Under Absorption Costing الـ Variable Manufacturing Overhead يعتبر ايه الـ Variable Manufacturing Overhead يعتبر ايه Period لا 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 مش الـ Period مش هتكون Period اه Direct Product Cost Direct ايه Direct Product Cost Direct Product Cost صح صح بس خلي بالك بقى في حاجة غلط ان الـ Variable Manufacturing Overhead دا يعتبر ايه الـ Overhead الـ Overhead يا جماعة Indirect 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 الـ Overhead Indirect هو قلت نص الكلام صح ونصه غلط هو هيعتبر اللي جابة دي الـ In-Direct Product Cost ايوة ايوة Indirect Product Cost Indirect Product Cost يا شباب ان الـ Variable Indirect في ناس كاتبة صوت بش موجود انا الناس سمعاني حاولت يا جابة اه شغال استود شغالك طيب يبقى Indirect Product Product صح بس بقى السؤال لبعده ركزوا فيه وإن الـ Direct عشان منتفات شرنج Overhead عشان Overhead اول ما تشوف Overhead اول ما تشوف كلمة Overhead يعتبر ان دية Indirect تكاليف غير مباشرة تكاليف غير مباشرة الـ Overhead تكاليف غير مباشرة صناعية ليه غير مباشرة بص بص حتة دي انا عندي العامل اهو تمام العامل ده مباشر على المنتج فيعتبر Direct Labor والMaterial تعتبر ايه المaterial تعتبر مباشرة برضه على المنتج صح لكن بص بالحتة دي الاهلاق بتاع المكن هو انت الاهلاق ده انت بتشوفه الاهلاق هم بتشوفش الاهلاق صح الاهلاق ده المكنة بتهلك طيب الاجار يبقى الحاجات دي ايه انت ما بتشوفهاش يبقى انا في الحالة دي اعتبرته Indirect يبقى ليه Indirect لانه هو يعتبر العامل ده هو اللي حط الفيش عشان يصنع او عشان ياخد كهرباء للمكن يبقى فيه حاجة اسمها وسيط بين ايه منتج وبين التكلفة يبقى الوسيط يبقى طيب ما دخل وسيط بينهم حول التكاليف الى غير مباشر خلي بالك خلي بالك من حتة دي يبقى العامل هو وقف على المنتج هو وقف على المكن اللي بيصنع المنتج هو بيصنعه بقديه اعتبرت التكاليف مباشر لكن طيب ما دخل وسيط ايه هو الوسيط اللي هو العامل بياخد الفيش يحطها في القهرباء علشان يشغل المكن هو اللي وقف على المكنة اللي بتصنع المنتج فاعتبرته ايه اعتبرته indirect عشان كده تعتبر هنا ايه بقى under variable ركزوا بقى variable costing افتح التابل خلي عينك على التابل خلي عينك على التابل variable costing بتعتبر ايه بناخد في product cost indirect period cost period cost اكيد صح اكيد indirect period cost طب السؤال ده بقى شباب عايزين نحل مع بعض السؤال ده السؤال ده انا كنت اقل لكم الاكوشن بتاعته من شوية عندي company incurred يعني الشركة تكبدت 200 الف of manufacturing costs من التكاليف الصناعية during the months ويزا beginning finish good inventory ايوه هنزود عليها الbeginning ومينس منها ال ending ايوه هنزود عليها كم اللي عشرين الbeginning ال 20 الف ومينس منها ال ending ال 15 الف صح لان الbeginning inventory الbeginning inventory هو ايه 20 الف عندك صح يبقى 20 الف beginning inventory زائد الانتاج تكلفة الانتاج اللي هي الـ 200 الف اللي هي الـ 200 الف مينتين وخمسة الانتاج مينتين وخمسة مينتين وخمسة مينتين وخمسة براف خمسة السؤال ده بقى استرنا كده حدي انا عايز حدي نحل السؤال ده ايه يعني حسن مسلا يعني لو لو سمعنا حسن حدرتك او حل السؤال ده حسن ايه. ايه. يبقى ده البيجيننج بتاعنا في الوركوين بروسس هنفتقى حرفة تي للويب. تمام? هنكتف فيه في البيجيننج مية وستين اهو. اهو. تعالوا نشوف الكلام اللي بيقوله حسن. تعالوا نشوف الموضوع اللي بيقوله حسن ده اهو. هفتح لكم زي ما ايه ما حسن بيقول. تمام? عشان ايه? بقى مركزين مع بعض. اهو. اهو. هنعمل كده. تمام? انا عندي هنا اهو. مشكلة. طيب. عندي هنا. ماشي. التكاليف. التكاليف هنا عندي ايه? عبارة ايه? عبارة مكونة من ايه? التكاليف. ها. مية ستونة. حد يقولي الاكوشن. التكاليف. التكاليف مليون وخمسمية. مليون وخمسمية جميل. نجيبه الفينيش جودز. تمام. انا اجمع عليهم المية وستين. لا لا هنجيبه الكوجم الاول هنجيبه الكوجمه مستر. نجمع الفينيش. نجمع البقينيش. نجيبه الكوجم الاول بس مستر مؤمن واكيدة عشان نعرفه نجيبه المعادلة بتاعة الفينيش جودز. صح ماشي. ماشي جميلة. المية وستين. ده المية وستين البقينيش. المية وستين الف. اه. خليبت يوم عليه فيه اكوشن تاني. اه. مالكوست. الكوستوف جود ما نفاكر اصلا يعني هي بلص الح знать ايه الحسبة بتاعت اللالبات nécess والamation Secretary و الانيج صحيح جميل جدا دي ALL ونضيف له و نضيف له ويقوم نضيف حلو واو حلو واو الكلام ده يبقى انا هنا عشان احلي المسألة ديت نجبك لكم من الحتة دي نجب لكم من الحتة دي جدا عشان نحل المسألة ديت انا محتاج هنا ايه كم اكوشن انين بيجيننج وركين بروسس بلاس ايه يلا حد يقولي بلاس المانيفاكترين بلاس بلاس توتال مانيفاكتر جميل بتساوي او اه بتساوي ايه زايد ايه ها الكوكز نازل الكوكز نازل زايد الاندينج كوكز كوكز كده ايه ماشي وانعافل اتنين بيساوي افلابول فورسيل صحو حد يقولي الايكوشن ديم كوانة من ايه هو عطيني بجيننج فنش جود وعطيني هو تقلنا على الكوكز سولد صحو خلي باركوا جماعة البيجيننج جوركين بروسس اه 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 مديني بروسس بقى بص بقى انا عندي ايه تو ايكوشن تمام بجيننج جوركين بروسس زايد توتا المونوفاكشورين كوست يساوي كوكز زايد الاندينج جود صح؟ انا محتاج المعادلة دي في حاجة؟ لا ناخده منها الكوكز لا ناخده منها الكوكز طبعا ما محتاج يا الكوكز اف جود مونوفاكشور اصلا من الدينيليا بعمل التاسويه للاندينج بالزبط انا هاخش في البيجيننج انفنتوري بلاس صح هو ده وقى كلام بييساوي كوكز في جزء مانفاكتشيرنج اللي فيها ING والمانفاكتشيرنج اللي فيها ED المانفاكتشيرنج اللي فيها ING بالزبط بالزبط إيه الفرمة بينهم؟ صح؟ قولي بقى الفرمة بينهم دي المانفاكتشيرنج اللي هي اللي فيها Direct Labor و Direct Material و Overhead جميل والمانفاكتشيرنج المانفاكتشيرنج اللي فيها Beginning Work on Process تكاليف البيضاء ايو ايو الذي صنعت وخلصه يتمعه بالزبط بالزبط وبس عشان فيه كذا حد بتكلم تمام ماشي جميل يبقى انا عندي الاثنين دول خلي بركة انا عايز بس اقولكم على حاجة يعني سهلة قوي بسيطة انت ممكن تعمل حرف T T account كده صح؟ اه للفنش جود على طول اه بالزبط هدي هنا للفنش جود على طول مثلا انا عندي مية نحن مينفاكتشيرنج البيجيننج جمل جدا البيجيننج يمضي انه كم عندي مية آلف وتميمة والمانفاكترينج مليون خمسمية وسع Outside the Loom سعط هنا مليون خمسمية مليون خمسمية احط هنا مليون خمسمية ولا هين في ال debit ولا في الكریادي نحن أضاف ال بيد نحن أصرف اضاف هيبقى مليون مليون ستمية هدا افارابل فور سيل جميل وهنا الاندينج تمانين وهيبقى مليون خمسمائة وعشرين ده الكوز بالزبط يبقى هنا اللي تبقى عندي الكوز وقف جود سلط وبس عايزة اعمل لكم حركة كده بس هنا يعني انا عندي هنا مثلا تي اتكونت اتنين عندي حاجة اسمها الويب وعندي حاجة اسمها الفينش جود تحت تمام الويب فيه عندي خلي بالكم بس من حتة دي عشان مش هتنسوها خالص ان شاء الله البيجينين جوركين بروسس تمام وعندي total manufacturing cost وهنا عندي ايه عندي cost of good manufacturing طيب وإيه تاني هنا صح برافو هنا عبدأ بايه بالفينش جود بالبيجينينج صح وهنا بحط ايه cost of good manufacturing صح يبقى انا هنا خلي بالك باخد دقيقة كده يحطيه هنا في cost of good manufacturing واللي تبقى عندي هنا cost of good sold cost of good sold والending inventory صح والending inventory يطلع لي ايه على طول المسألة يبقى الاجابة بقى تطلع كام هنا الف مليون خمسمائة وعشرين مليون خمسمائة وعشرين الف وخمسمائة وعشرين مليون خمسمائة وعشرين صح برافو عليك مليون خمسمائة وعشرين طيب السؤال ده نحل ازاي السؤال ده السؤال ده مهمة اوي المطلوب انا عارف علوكم كمان المطلوب ان احنا نحسب cost of good sold المطلوب هنا نحسب المطلوب هنا نحسب المطلوب عشان نحسب المطلوب بالجروس مارجن اول حاجة عشان اجيبي السيلز يضرب السيلنج برايز في عدد اليوم حلو يبقى انا عايز اجيبي cost of good sold صح ما الجروس مارجن او الجروس بروفت بيساوي ايه السيلز ناقص الكوست of good sold تمام طيب اللي حعمل ايه اهو تعال ان احنا نشو جيبي السيلز بالسيلنج برايز في عدد اليوم جميل حقول كده انا عندي كام هنا 28 ونص 28 ونص ضرب كام انا دليون دي ستة لاف ستة لاف فوق صح برافو ضرب ستة لاف ايهو كده طلع للسيلز كام مية واحد وسبعين مية واحد وسبعين الف ايبقى كده اعتبق direct venue او السيلز التاعي طب الكوست of good sold احسابه ازاي بقى الكوست of good sold مكونا عندي من دارك صح دارك مترية كام دارك مترية 25 ألف المفروض الف وخمسة مية جميل بعد كده بحسب ايه تاني هاساب ايه تاني التزود الغريابو O H وактер جميل ambos مية وع射 verbess مية وعشرة من ال مية وعشرة من مية وعشرة صح مية وعشرة في المية مية وعشر مية وعشر 27.000 ضرب كام? ضرب ال 25000 يبقى سبعة? يعني 20.000 خمس ف لازم اخدها طيب طيب 20000 كام 120 000 جميل جدا يبقى 121000 اطرح 171000 نقص 12000 ويديني كام 51000 بيبقى الجروس بروفت او الجروس مارجن يتقال عليه الاثنين بيساوي واحد وخمسين الف بيبقى الاجابة واحد وخمسين الف وانا مطمي طيب بيبقى الاجابة واحد وخمسين الف طلعت صح طب حد يحسب ليه بقى الكوستو في جود سولد على يلا بسرعة اشتغلوه عايز احسب الكوستو في جود سولد الونت سكان بسا مستر ستة تلتمية ولا ستة خمسمية عشان مش باينة ستة تلتمية ستة تلتمية اه ستة تلتمية ان شواء لا بس برافو عليكم شباب برافو عليكم بجد انت عاكبيني جدا النهاردة دكتور هي الفيكسيد كوست ممكن تكون دايركت كوست الفيكسيد كوست ممكن تكون مباشرة عموما يعني اه ممكن تكون مباشرة ما هو بص الفيكسيد كوست والفاريابل كوست الفاريابل ممكن يطلع منها ساهمين يعني بص بعشان تبقى فيها من الحتة دي الفاريابل ياما تبقى دايركت ياما تبقى اندايركت ما ايه لهم الفيكسيد ياما يبقى دايركت ياما يبقى اندايركت لكن الدايركت ماتيريال مثلا يبقى انا بحط ايه في الدايركت ماتيريال بعتبرها فاريابل ليه؟ لانها بتتغير بعدد الوحدات بعدد وحدات الانتاج كل ما زودت انتاج كل ما انتجت سامعيني يا شباب كل ما انتجت اكتر ايه اللي حصل التكاليف الزيت يبقى تعتبر فاريابل حد طلع المسألة ليه؟ انا خلاص بس في حد حسابة تاني؟ ها 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 شباب كام ميا تساطسين متين ميا تساطسين متين ها ها برافو مية تساطسين متين صح برافو شباب ها 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 نعم ها 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 السوبرفايزور المشرفين دول ببقوا ايه يعني ايه؟ السوبرفايزور يعتبر ايه مشرف صح؟ مشرف انتاج طب مشرف الانتاج دا يعتبر ايه؟ يعتبر ان دايريكت صح؟ طب الان دايريكت هيتسجل فين؟ لو بياخد مرتب سابت لو بياخد مرتب سابت يعتبر فكسد منوفاكشورينج اوبرهيد طب لو بياخد واجيس او بتحسب بالساعة على حسب عدد الاشراف يبقى ايه؟ لا يبقى هو ان دايريكت هو كده ان دايريكت المشرف ان دايريكت المشرف ان دايريكت على حسب cost object الفكسد ما الـCost Object هو المنتج هو بيسأل سؤال ايه؟ مشرف الانتاج كسم الانتاج يعني مثلاً يعني لو كسم الانتاج لا كسم الانتاج يبقى هتتغير هتتغير يبقى يعتبر ايه؟ كسم الانتاج طيب مدير كسم الانتاج يعتبر مباشر احددها عن طريق صح كده صح؟ الـCost Object ممكن يلعبني بيها يعني ما احفظش حاجة كده وخلاص افهم الـCost Object الـCost Object بالضبط الـCost Object يعتبر ايه؟ تكلفة منتج تكلفة قسم احنا بنتكلم هنا في تكلفة المنتج يعني هو بص بقى يعني عايزك احنا ما نحطش ما فيه حاجة اسمها حاجة ثابتة فيش حاجة اسمها حاجة ثابتة الحاجة الثابتة تعتبر ايه؟ على حسب اللي بيجيبهولي هو ما جابليش في الامتحان او ما سأنيش على القسم يبقى انا كده كده بحسبها على ايه؟ على الـ Product خدت بالك تمام تمام ياشي حد حسب المسألة ديت ولا لسه؟ عندي هنا فوق مئة ألف مئة ألف وحدة مئة ألف وحدة بص يا شباب ايه اللي مطلوب؟ هو المطلوب هنا ان انا عايز اعرف total cost اللي انا انتج مئة وعشرة مئة وعشرة يونت عندي وعندي وعندي ومنوفاكشن احسب تكلفة المنتج ده يبقى انا هقول كده النفسي هو all cost are variable يهو بيقولك انا all cost are variable جميع التكاليف تعتبر ايه؟ تعتبر متغيرة متغيرة اه المئة ألف المئة ألف اللي هي يبقى دي فكسد يبقى دي فكسد صح؟ وعليكم السامح طلب بركاته يبقى المئة ألف تعتبر فكسد لا لو سمعت حضراتك بتشرح من ايه؟ نعم حضراتك بتشرح من كتاب ايه؟ دي اسئلة باشة من جلايم هبنشرح من جلايم جلايم الضاء ايه؟ معاليش هزلاء ايه؟ عشرين 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 جوز الاول ياريت يا دكتور بس الاسئلة دي دكتور غيرت ها هام حرف حرفع حرفعلكم الاسئلة ما تلاقوش يا شباب ارفحها لكم. طيب تعالنا بس نكمل. يبقى هنا عندي هنا 100 ألف. صح؟ ويبقى هنا عندي ايه كمان؟ 100 ألف. يبقى دي فكس برضو. هو قال لي جميع التكاليف. بص بقى بيقول لي جميع التكاليف فاريابل صح؟ يعني التكاليف ديت فاريابل. بتاعت الـ direct material والـ direct labor والـ manufacturing والـ ceiling. بس مع عدى 100 ألف من الايه؟ يبقى الـ 200 ألف دي مقصمة عندي الحاجتين. لمية ألف؟ الـ variable ومية ألف ايه؟ fixed. تمام؟ مية ألف ايه؟ مية ألف variable ومية ألف fixed. طب الـ ceiling دي يا دكتور ليه علاقة بالإنتاج ولا دي مثلا مصاريف فترة؟ نعم؟ لا، دي الفيكسد منوفاكشورينج والـ ceiling دي أجدعه بـ product cost. الفيكسد منوفاكشورينج أوفرهيد ديت تعتبر بـ product cost. الفيكسد والـ variable، المنوفاكشورينج من اسمها بيقول لك إيه؟ بيقول لك منوفاكشورينج أوفرهيد تكلفة تصنيع غير مباشرة. باعتبرها بـ product cost. تمام؟ أنا أقصد على اللي تحت خالص. مية ألف بـ سيلنج دي باريوت، دي باريوت. سيلنج and administrative barriot cost. جيموس معينا، صح؟ لا دي باريوت cost، بس هو بيسألني هنا عن إيه؟ total cost. تمام مش. جميل جداً. يبقى الـ total cost هنا الفيكسد وهنا الفيكسد. خلي بالكم بس من حاجة أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة قوي إن الـ variable، إحنا هناخد المحاضرة الجاية حاجة اسمها الـ cost behavior إن الـ variable، في حاجة اسمها الـ variable cost per unit. الـ variable cost per unit يعتبر ثابت للوحدة. يعني أنا مثلاً لما أقول الـ direct material in total أنا حسبته لعدد وحدات الإنتاج. يعني أنا إنتاجتها 200 ألف. طب بش أنا ممكن أغير في الـ level بتاع الإنتاج؟ يبقى كل ما إنتاجت أكتر كل ما التكاليف دي زادت. اعتبرناها variable. التكاليف دي متغيرة. لذلك الـ 200 ألف. يعني لو أنا عايز أحسب كده total variable cost per unit. مكوناة من direct material ومكوناة من direct labor. ومكوناة من variable manufacturing overhead. هل تقدروا الجبولة total بتاع التلاتة ده؟ بتاع التلاتة دول؟ بتاع التلاتة دول؟ بلو 100 ألف. ما قال لي طبعاً total variable manufacturing يبقى variable ceiling والـ administrative. حسبها إزاي؟ الـ direct material cam 200 ألف. طب والـ direct labor. 100 ألف. 100. الـ variable manufacturing overhead. 100. 100 ألف صح؟ لأن أنا أسمتها حكتين؟ والباقي والـ variable ceiling والـ administrative يعتبر إيه؟ 50. 50. 50 ألف صح؟ 50 ألف ليه؟ لأن 150 ألف دي حقسمها حكتين. حقسمها 100 ألف. وحقسمها 50 ألف. الـ 50 ألف تبقى variable والـ 100 ألف تبقى fixed. صح يا شباب؟ صح. يبقى هنا حجمة عليها 50 ألف. التدل كله كام؟ 450. 450. 450 ألف ديت. لازم أقسمها عشان أجيب بقى variable cost per unit اللي هي التكلفة السابتة للوحدة. ما نقسمها على 100 ألف. ما نقسمها على كام؟ هو قال لي كام فوق؟ عشان أنا مش.. 100 ألف. 100 ألف صح؟ يبقى أربعة ونص. بعد أن ننظمهم في مية وعشرة يبقى أربعة ومية وخمسة وتسعين ألف كله. صح. الاربعة ونص دي بعد كده هتربع في المية وعشرة. عشان التوتال variable cost بتتغير بتغير الوحدات. 495. 495. برافو عليك. برافو عليك. مين اللي قال الـ 495؟ اسمك ايه؟ أنا محمد. ناشا محمد. أهلا بيك يا محمد. طيب. يبقى احنا عندنا التوتال variable cost روعمية وخمسة وتسعين. طيب. بعد كده. التوتال fixed cost. برافو عليك. fixed. fixed. مية وخمسة. مية وخمسة. متين. 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 fixed fixed. مية ومية. اهي مية ومية. اهي. يبقى الاجابة ايه؟ 695. تمام؟ طيب. اه خلي بالكو فيه واجب. انا هتضهولكو. تمام؟ احنا ان شاء الله هنكمل المحاضرة الجاية. حنزلوكو الاسئلة ديت. يعني حنزلوكو الاسئلة ديت. والحاجات ديت. بس يا ريت ان انتو تراجعوا المحاضرة كويس. علشان طبعا كل محاضرة هيترتب عليها ايه؟ حاجات. لازم لازم ان انتو ايه تكونوا مراجعين المحاضرة اللي قابل كده عشان نبدأ ان احنا ايه نكمل. المحاضرة جاية. نعم. المحاضرة جاية تباين. هكتبلكو. هكتبلكو المعاد بالظبط. يا دكتور اللي لسه بس مرتبتش. اه اه هرفعلكو. هرفعلكو. هنستأذنك دكتور بس تبقى بعد يوم الحد. يعني بداش قبل الحد. معذرة. هحاول والله هحاول. هو اكيد مش هتبقى قبل يوم الحد ان شاء الله. اه مش هتبقى قبل يوم الحد. لو سمعت اعرفه هو. دي المحاضرة رقم كام. دي المحاضرة الاولى. دي المحاضرة الاولى. تحل اسرائيل الصلاة مش متابعة يعني. اه انت ما تبعتش من الاول محاضرة. صح? طب مجد. اه. اه. طب ارجع اسمي على المحاضرة انا هرفعلكو المحاضرة ديت. على القناة. وارجع اسميحها تاني من الاول. ارجع اسميحها تاني من الاول. اه. احنا بس كنا عربي تجارع عربي في الموضوع يعني ايه. اه. اه فعلا. اه. اسمع بس المحاضرة تاني. اه. يعني المحاضرة الجاية ان شاء الله هحاول ان انا ايه. اه. اه. شوية بحيس ان انتو ايه تقدر تفهمون. لان معلش. هو فيه اه يعني المستويات يعني متفوتة معاه. اه. 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 نحاول ان احنا. بالزبط. فاسمع بس بحاضرة تاني كويس. واحاولوا تركزوا. بالمصطلحات. ايه يا شكوان اشوفكم على خير باذن الله. الله صمع عليكم. دكتور. دكتور. اه بس بدي اشكرت. دكتور كتير اليك. وانشالله بمزان خسناتك حبيبي. الله يخليك يا رب والله يكرمكم. الله يكرمكم. هل تشكر الله يخليك. شكرا يا جميلة جدا. الله يخليكو الله. الله يكرمك يا رب. صمحت دكتور. السلام عليكم لو سمحكا دكتور تفضل تفضل بس ممكن بكتبها محاضرة بغري شوية لان احنا انا في الكويت حاضر من عناية والله ساعة ونص دلوقتي حاضر من عناية من عناية والله ماشي دكتور شكرا الله يخليك تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته مع السلامة الشاب